يخنقهم حوادث كثيرة ومتعددة المشكلة فيها كمان أنه مش وفاة شخص أو اتنين الأسرة كلها بتموت وبالتالي هنا لازم ننبه الناس والناس تاخد بالها أعتقد أن الحوادث التي عرضناها خلال الأسابيع القليلة الماضية أو الأسبوعين بس لأنه ده طبعا زاد مع موجة الصقيع التي جاءت إلى مصر فالناس استخدمتها الحوادث تعددت وقتها لكن كمان الحوادث ما زالت مستمرة عندنا وقائع متعددة زي الواقع اللي انت شفتوها وزي الوقائع اللي شفناها قبل كده طيب تعالوا نشوف الحكم الذي أثار جدلا شديدا اليوم بحبس أحمد ماهر مؤسس 6 إبريل ومحمد عادل من 6 إبريل وكذلك الناشط السياسي أحمد دومة لمدة ثلاث سنوات المحكمة التهمتهم بحجة أنصارهم محاولين اقتحام محكمة عبدين بقصد ترويع الشرطة والمواطنين تعالوا نشوف أصداء الحكم وردود الفعل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ربنا هو الحاكم هو العدل ربنا هو الحاكم وهو العدل الحكم النهاردة حكم سياسي الحكم على أحمد دومة تلات سنين وخمسين ألف جنيه غرامة أنا شايف أن هي مفاجأة بالنسبة لنا كلنا متوقعين إذا ممكن أن يكون فيه حكم بس يكون معيقاف التنفيذ التهم الموجهة لدومة كلنا عارفين أن هي تهم غير حقيقة أي حد شاب صغير في العمل السياسي بيعارف أن أحمد دومة ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بستة إبريل ويتضمن وحضر التحريات أنه هو أحد قيادي ستة إبريل أعتقد أن كده التحريات يعني تحريات غير جدي فيه سيناف إن شاء الله بكر هو الحكم السياسي ما فيش حد يقدر يقول أن الحكم أنه هو سياسي هنستقنف لأبد هنستقنف هي قبضة أمنية وإحكام سيطرة على الشباب اللي خرجوا في 25 يناير السلطة دلوقتي بتعامل بخشونة متعمدة مع كل الشباب وكل ما ليه صوت معارض ضد النظام الحالي أو ضد السلطة الحالية إحنا شايفين دوت مش قرار قضاءة بالمرة هو قرار سياسي في الأساس الحكم حكم جائر حكم ملوش أي معنة قانونية اللي بيحصل دلوقتي هو حل التصفيد شاورة 25 اللي بيحصل دلوقتي أنه هو عودة دولة مبارك بكل قوتها لما لقى حسن مبارك بيأخذ إخلاق سبيل جمال مبارك بيأخذ إخلاق سبيل وأحمد عزي بيطلع وصبات الشرطة اللي قتلوا المظاهرين في 25 يناير اللي قتلوا صحابنا في الثورة بيأخذوا إخلاق سبيل ولاقي القضاء بيأخذ القضاء اللي بيقع القضاء مصري نزيه بيدي أحمد ماهر وأحمد دومة تلس سنين لا تعاليك بجد يعني خلاص طيب تعالوا نشوف أحد المشايخ السوريين فاكرين لما عملنا ملك اليمين قضية ملك اليمين زمان في برنامج الحقيقة لما سجلنا أول حالة زواج ملك يمين في مصر بالصوت والصورة شوفوا إزاي الهاجس الجنسي عند بعض المشايخ من فكرة جهاد النكاح في سوريا إلى فكرة زواج اليمين تعالوا نشوف أحد المشايخ بتكلم عن إنه من حقه كل مسلم خمسين جارية ملك يمين له جابة عن علماء الشام علماء سوريا أصدر الفتوى بجواز أن تطلب المرأة السورية من ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر